الرئيس السيسي يهنئ نظيره الأغندي بفوزه بولاية جديدة ويؤرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية رئيس الحكومة التونسية يؤكد تفاهمه لمطالب المتظاهرين ويشدد على رفضه للفوضى حصيلة الوفاة بفيروس كورونا في أمريكا تتجاوز 400 ألف حالة الثلاث صباحا الواحدة بتوقيت جلانيتش موجزون إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم هنالرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الرئيس الأغندي يوري موسيفيني بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة وأكد الرئيس السيسي في برقية له أن فوز موسيفيني بفترة رئاسية جديدة سيتيح له الفرصة لمواصلة رحلة العطاء والإنجازات في خدمة شعبه معربا عن تطلعه للعمل معه خلال الأعوام المقبلة لفتح أفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق أمال وطموحات الشعبين الشقيقين عاد رئيس السيسي إلى أرض الوطن بعد ختام زيارته الرسمية للأردن التي استمرت لمدة يومين وانتقى خلالها مع العهل الأردني ورئيس الوزراء الأردني لبحث تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأكد الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاوينة عن تطلع مصر لتعميق وتعزيز علاقات البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية وذلك على المستوى الثنائي أو فيطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق أعرب رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي عن تفاهمه لمطالب المتظاهرين متعهدا بالعمل على تثبيتها خلال الفترة المقبلة وخلال كلمة الله أكد المشيشي أن الاحتجاج حقه مشروع لكن الفوضى مرفوضة وسيتم مواجهتها بقوة القانون داعين المتظاهرين إلى عدم تسلل الفوضويين والاعتداء على الممتلكات العامة يؤدي اليوم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس اليمين الدستورية واستجراءات أمنية استثنائية ووضحت صحيفة واشنطن بوست أن حوالي ألفين شخص سيحضرون الحدث بينهم مئتين من كبار الشخصيات بينما لن يكون الرئيس المنتهي ولاياته دونالد ترامب من بين الحاضرين في غضون ذلك استعانت السلطات الأمريكية بخمسة وعشرين ألف من أفراد الحرس الوطني لتأمين حفل التنصيب هذا ودع الرئيس الأمريكي المنتهي ولاياته دونالد ترامب الأمريكيين على الصلاة من أجل نجاح إدارة بايدن في الحفاظ على أمريكا آمنة ومزدهرة وقال ترامب في خطاب وداعه للشعب الأمريكي إن إدارته فعلت ما جاءت للقيام به وأكثر من ذلك بكثير مدينة للهجوم الذي استهدف مبنى الكونغرس على يد مؤيديه مضيفا أن كل الأمريكيين أصيبوا بالرعب جراء هذا الهجوم تجاوزت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية 400 ألف حالة وأوضحت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن ذلك جاء بعد تسجيل 1300 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما بلغت حصيلة الإصابات بالفيروس أكثر من 24 مليون حالة اتفقت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات على تمديد العزل العام للمعظم المتاجر والمدارس حتى الرابع عشر من فبراير المقبل في إطار مجموعة من الخطوات الرامية لكبح فيروس كورونا كما تم الاتفاق على فرض تداء الكمامات على الركاب وسائل النقل العام وأكدت ميركل أن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا هي الخطر الحقيقي الآن بسبب سرعة انتشارها نهاية الموجز وفي النهاية نحيطه علم السادة المشاهدين بأن تردد إكسرا نيوز الجديد هو 11785 معدل الترميز 27500 معامل السقطاب رأسي شكرا لكم على حسن المتابعة شكرا لكم على حسن المتابعة